أهلا بكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة معنا كواليس كتير وحصريات أكتر خذونا نبدأ بقى سريعا بأبرز الأسماء المستبعدة من قائمة النادي الأهلي لكأس العالم للأندية حتى الآن هي ترجحات محمد متولي أبرز المستبعدين كريم ندفد محمد أضاوي كريستو رضا السليم أحمد عبدالقادر محمد زعلوك معتز محمد أنتوني مودست أو صلاح محسن ساعات فاتت شهدت وجود خلاف كبير جدا في الرأي ما بين مارسل كولر مدير الفني للنادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة حول قائمة الفريق لبطولة كأس العالم للأندية وده من الحاجات الحصرية لرقم عشرة المصادر بتاعتنا قالت أن مارسل كولر قدم القائمة لللجنة القائمة شهدت تواجد أنتوني مودست اللي كان مصاب في الفترة الأخيرة بيتم علاجه من إصابة في العضلة الضمة الأمر ده كان اعترضت عليه لجنة التخطيط خصوصا أن كولر استبعد صلاح محسن مصدر بالنادي الأهلي أكد لرقم عشرة أن في محاولات في محاولات من جانب الكابتن الخطيب تاني مصدر في النادي الأهلي أكد لبرنامج هنا أن في محاولات من جانب كابتن محمود الخطيب أنه يقنع مارسل كولر يضم صلاح محسن على حساب أنتوني مودست مع العلم أن مودست شارك النهاردة في مران الأهلي بعد تعافي من الإصابة لسا نكملين في الأخبار الخاصة به القائمة المرجحة اللي هتسافر إن شاء الله مع النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال الساعات الماضية بعد اقتراب أحمد عبدالقادر لاعب نادي الأهلي من الخروج من القائمة قائمة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وتصرب هذه الأنباء لللاعب ودي برضو من الأخبار الحصرية لنا هنا في رقم عشرة أحمد عبدالقادر أبدى غضبه من هذا الأمر تواصل مع كابتن خالد ديبو مدير الكرة في النادي الأهلي طلب منه إن هو يرحل في المركاتو الشتوي في يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية حال تم استبعاده بالفعل من القائمة اللي هتسافر للمشاركة في كأس العالم للأندية أحمد عبدالقادر أكد إنه عنده عرض من أحد الأندية في الخليج علشان يرحل في المركاتو الشتوي طيب إحنا كده تقريبا خلصنا الأخبار اللي ليها علاقة بالقائمة خلصنا الحاجات اللي فيها اشتباكات ويعرفنا ما يدور جوه الكواليس في النادي الأهلي طبعا مع ضيوفنا من المعلقين والنقاط هنعرف أكتر كواليس أكتر أخبار أكتر عن القائمة مين مسافر مين مش مسافر والرأي الفني المرجح لمارسل كودر